يعني هيك لستاتنا بالأحلام. أنا رغض عن جد يعني لهيك رح نضل به هذا الرواء وهذا شعور الأحلام. بحسن رح ناخدكم للأبراج مع المدام نجلة أباني أكيد لي صارت موجودة معنا بالستوديو لاتخبرنا مين اليوم مرتاح؟ مين اليوم مفسوط؟ مين عايش بالأحلام مدام؟ صباح الخير. صباحك. 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 تظلوا دائما بخير مرتاحين مبسوطين إن شاء الله أحلامكم دائما محققة. بدي شوية جهد على شوية حظ بس إن شاء الله الأيام دائما سعيدة وللجميع. اليوم 23 يناير 23 كانون الثاني تمانياتي لألكون بالكتير من السعادة. عطارد ما زالة كوكب السفر لأوراق المستندات متقدما في برج الجدي. ما زالة المريخ كوكب الطاقة الحماس. الكوكب اللي لما بيكون بموقع غير مناسب ممكن يعمل شوية مضايقات صحية. ما زالة يتقدم في الجوزاء عامل شوية مضايقات نفسية على صحية لمولود برج القوس العزرة وبالتأكيد الحوت. ما زالت الزهرة إلى جانب الشمس الثنين في برج الدلو. عاملين نوع من أنواع المضايقات العائلية أو الشخصية شوي لبرج الأسد شوي لبرج الثور وشوي لبرج العقرب. أول أخباري اللي عزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم عنده اجتماعيات متنوعة. يوم اجتماعي ربما تنشغل بجديد ربما تحاول أن تستعيد علاقات قديمة ترسقها تنشغل بأمور اجتماعية. العلاقة بتعارف بلقاءات تعيد بناء علاقاتك مصالحات أو اللقاءات. هلاليوم في دعم وتأييد ومحبة حوالين مولود برج الحمل والحقيقة الأمور جيدة. مولود برج الثور بنمبارح أمورك ليست الأفضل يمكن عم تشعر حالك مستهدف أو في نوع من أنواع التعب الكسل محتاج تكون متحفز بردود أفعالك بكلامك بنقاشك الأمور ليست الأفضل عموما في صدامات لست تقصدها يمكن أو نوع من أنواع المضايقات العلاقة بنقد بلوم مضغوط على كل مضغوط من محيطه مولود برج الثور وأنا برأيي يعني بدك لبكرة للمسألة بكرة أمورك أفضل بكتير. مولود الجوزاء الأمور لألك إيجابية عم بيعترفوا بآراءك بأنك أنت على صواب أو أنت صح جهد يمكن بزلته بالماضي اليوم عم يعترف فيه اليوم أنت أكثر فرحاً والحظوظ المساعدة لتوصل لهدفك في فرح محبة. تفهم وجهة النظر الأخرى مولود برج الجوزاء وممكن توصل لآخر اليوم تقول لقد قمت بالكثير. مولود برج السرطان اليوم الأمور له علاقة بالمحبة والإخلاص ممن حولك. ناس بتحبك كلمة من صديق من شخص ممكن تعجبك فيها مدح فيها إطراء لجهودك فيها أصاص العلاقة بطموحات. هلأ اليوم السرطان أصلاً عم بيسوي خلاف أو عم بيفض خلاف عم بيسوي أوضاعه. والأمور ماشي بتجاه مصلحتك. في قصة مالية على الغالب مولود برج السرطان عم تلاقيه لحلول. مولود برج الأسد انت اللي عندك اليوم محيط مان وكتير متجاوب. من مبارح أمورك ما كتير الأريح كأنك عم تضع قائمة طلبات لا تنفذ منها شيء. أو كأنه في أخذ عطا مع شركائك هي شركائك بالغرفة بالعمل بالعلاقات الشخصية. حاول تكون دبلوماسي وقلل بالنقاشاتك عموماً ولا تفترض السوق بالآخرين. مولود برج العزراء اليوم عم تراوح مكانك كأنك لا تفعل ما يسعدك. يوم فيه شغل كتير فيه نوع من أنواع ليكي الراحة القليلة. وأنا نصيحتي لقلك إذا قدرت أنك تنملك نومي تظهر شوي. لأنه الأمور العلاقة بنوع من أنواع العصبية أو الإجهاد. أنت مجهد وتعب شوي معصب. في عندك أمور هيك العلاقة بتكة إس يعني كأنه متوقف أو كأنك عم تراوح مكانك. مما يسبب لك تعبن. لا ما في شيء أساسي سيء عموماً. بس انتبه شوي صحياً. مولود برج الميزان اليوم مؤثر على ما نحاوله والأمور تسير باتجاه ما تريد. يمكن لطلب المعونة يمكن لنقاشات مفيدة يمكن لتشرح وجهة نظرك. ويمكن عندك قدرة غير اعتيادية لترتب أمورك اليوم لتشرح أرائك ولتكون مؤثر على من حولك. لن تلقى اعتراض على ما تقول. مولود برج العقرب اليوم أنت اللي قال الآن. والحياة من مبارح الأمور لا تسير كما خططت لها. ما بعرف أنا بقول إنه بدك شوي ترواء هاي الأيام خاصة بالأمور العائلية. حاول تمنح عائلتك الاهتمام أحد الأبناء مثلاً أحد أفراد العائلة. ولا تفقد استقابي نفسك. الآن على شوي محباط على أنه شوي معاند ممكن عم تفسد علاقاتك بالآخرين. يعني في بعض المشاكل الطريقة لدى مولود برج العقرب على كل البكرة للحلول. مولود برج القوس اليوم عم بتغير عاداتك وسلوكياتك والسعادة عم تخدمك الحياة. اليوم عم بتمثل علاقاتك بالآخرين. يعني فيه أصدقاء فيه اتصالات زيارات أو تواصل. مولود برج القوس عنده طاقة وحيوية بهاليومين. عم بيغامر عم بيبادر عم بيرتب أموره بشكل إيجابي. والأهم إنك اليوم تارك الآخرين يعيشوا متل ما بدون بدون نقد قصدي. مولود الجدي غالباً عم تناقش بعض الأمور المالية وحاول ترتب أمورك المالية بهدوء. طبعاً مباشرة الأمور تحسن على الصعيد المالي. على الأقل خلصت من حكاية التدني بمواردك المالية. بس يعني إذا ضلت بصاريفك زائدة ما رح تخلص. يعني أو ما حترتاح. أنا بقول هاي الأيام في جديد يدر مكاسب مالية. أنت في شهر للتغييرات الإيجابية. مولود برج الدلوليوم الأمور جيدة والظروف مناسبة. طبعاً الأمر ببرجك عم بيخليك تشعر بالثقة بالنفس. بمحبة من العيلة. عم تمارس سحرك متفائل. فائق بكير نشيط. تستعيد مجدداً ثقتك بالحياة وتمتلك معنويات مرتفعة. هلا اليوم أنت تميل إلى الترتيب إلى التنظيم إلى التغيير. غالباً عم تغير شي بحياتك ومليان طاقة وحماس. مولود برج الحوت المواجهة بينك وبين حدا من الأشخاص حواليك محتملة. أو سوء تفاهم محتمل. ربما تخوض معارك صغيرة. ربما لقاشاتك حادة. ربما تشعر ببعض السلبية. هلا أنا بقول فيه اختلافات صغيرة بالرأي بينك وبين الأخرين. استنانا للمساء. لأن أمورك للمساء كتير أفضل. خليني عايض مولود 23. اللي هو العدل المجسداً كل عام وتو بخير. يبحث عن العدل يحبه يمارسه ليلة نهار. كاره للكذب والنفاق. صوت الحق العالي دائماً. محب للجمال أصدقاء كثر. لا يحب الشجارات ولا القيل ولا القال. موزون التصرفات والأقوال والأفعال. زكي مريح طيب المعشر والكريم. يقدر الأخرين. عامل التقدم تمتلك جاذب تستقطب به المحيط. يساعدك زكائك للوصول إلى ما تريد عامل ارتباط بالامتياز. أو تحسن وظيفي أو حتى ترتيب بأمور عائلية. أنا بشوف الأمور الإيجابية اللي مولود اليوم. مولود 23 كل عام وأنتو بخير. رسائلكم بالتأكيد على الـ 1845 من أي موبايل داخل سوريا. وهالا السيد يا سيد وقتك يا هالا. هالا عندك سنة جيدة جداً على الأقل على الصعيد المالي في تحسن. يعني سنة التحسن على الصعيد المالي. باعتبار صلك سنتين ثلاثة. أنا برأي أمورك ليست الأفضل. لا هاي السنة كتير أفضل بالنسبة لها إليك وأحسن. مايا عم تسألني عن أمورها. مايا مو قبل عيد ميلادك. يعني السنة جيدة بس كتغييرات ليست قبل عيد ميلادك. أنا برأي الأمور ما كتير مريحة بهاي الفتلات. على الأقل مالياً صحياً. هلأ بالعمل بالعلاقات باشي الحال. عبد 98 عم بيسألني مع أمينا هايسة دوقاتكم. يعني العلاقة جيدة جداً عموماً يا عبد. بس أنا برأي أنه يعني هي سنة الارتباط بامتياز. يعني أنا الأوان عليس كذلك أنا الأوان. الأمور جيدة خاصةً من الرابع وفترات الصيف هي بين الرابع والثامن. في شي بدي بارك لك فيه أو بدي بارك لكم فيه يا عبد إذا أراد رب العالمين. بشرة يسأل دوقاتك يا بشرة بشرة 3-4 شهور حلوين. بس أنا برأي الصيف هيكون ضاغط. فما بعرف إذا كان أنت قصة الضغط سببها سفر. قصة إلا سببها بارتباط. أنا برأي الثالث والرابع لحيكونوا أشهر مميزة. لأنهم علاقة بتغييرات. ومية عم تسألني مع حسن عال 18-45. والله أمور كل جيدة إحدى العلاقات الأفضل. رغم أنه في فارق عمري كبير يعني ما بشوف أنا أنه الفارق العمري قليل. بس أنا بشوف علاقتكم جيدة الصراحة. هل أول شوي عصبي مستعجل. إنتي أروأ أهدأ عموما. بس العلاقة بيناتكم بالمجمل جيدة. سوسان عم تسألني سنة وقاتك يا سوسان إحدى الأعوام الأفضل يا سوسان خاصة للصيف في مبروك هيك أدأ زائرات رب العالمين. هي السنة الزهرة رح تكون كوكب الحب والأطيبات في برجك لو تتقدم وتتراجع بس رح تظل أربعة شؤور في برجك لذلك الأمور إيجابية وجيدة بالنسبة لك. جينان عم تسألني ما ولدها سبعين عم تسألني مع جوزا تنين وسبعين. علاقة جيدة رحي بس أنت حدا عصبي ومستعجل جينان أكثر مما يجب. هلأ اللي بيشفع لك إنك صادقة إنك واضحة يعني هاي قصة بتشفع لك بتخليه يمرق لك أغلاط بس أنت كتير مستعجلة وكتير عصبية وكتير كلامك مانو كتير موزون. أنا باكل هم بس يكون العلاقة صلى مدة يعني هاي المواليد الأكبر من المعتاد فبحس إنه الكاسة تملت فبنبك على الأخطاء لما تزيدية لأنه بتصفى الكاسة ما بتعود تستقبل ولا نقطة يعني فانتبه على هالقصة جينان. أمر برجي الحمل أمر لازم تبعتي ليه ومشاهده سنة واسم. أحمد تلاتة وتسعين عم بيسألني مع نجاح ييش وحبيت على العلاقة يا أحمد. إحدى العلاقات الأفضل وستاتوا مخطوبين. علاقة جيدة جدا 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 جدا. تمسك بهاي الصبية وحاول تعمل إنجاز انت وياها لأنه علاقتكم جيدة جدا جدا جدا. والسنة مناسبة عفكرة مناسبة جدا للارتباط. إسماعيل تلاتة وستيدي سيدة وقاتك يا إسماعيل. هلأ إذا الحكاية ماديا صحيا الأمور رايحة بتجاه الأفضل. صحيا الشهر الماضي كان متعب حتى لقبله يعني 11-12 وبدايات الأول. بس لا هلأ بلشت الأمور تمشي بتجاه الأفضل وماديا تابع العام الأفضل ماديا. هلأ بالنتيجة ما في مصاري راح تجي لعنا ونحنا قاعدين بدون جهود. رودين يا سيدة وقاتك يا رودين موليده 2001. يعني سنة جيدة بالنسبة لك يا رودين بس أنا برأي سنة تغييرية. ليست عاما اعتياديا. في شي بدي تغير بحياتك هلأ اليوم نحنا 23 واحد تتذكرني بـ 23-11 لأنه مستحيل توصل لـ 23-11 ومو حياتك كلها مقلوبة رأسا على عقب. فما بعرف انت شو ناوي ناوي تسافر ناوي ترتبط يعني في شي انت ناوي والله يقدم لك في الخير إيجابي على كلنا. اليسار عم تسألني عن أمورها اليسار إذا ما نحكي بكالوريا وحظوظ هدول تنتين ما بيمشوا مع بعضهم أبدا. يعني بالصراحة أولا ما عندك حظ إذا ما نحكي على الحظ. هذا ما بيعني ما عندك رجاح يعني إنه محتاجة دبل جهد. وأنا برأيي اليسار أنت ما بتبزلي أصلا واحد جهد لحتى تبزلي الدبلين. يعني روحي ما فيك تعتملي على حظوظك هذا العام. بدك تبزلي جهد حقيقي حتى مبارك لك لأنه هداك الوقات أنت زكية وفاهيمة بس عندك مشكلة بالركزة. أنت ما بتركزي ما بتقدي لا تدرسي. يعني ما في حدا من برجك بيقعد له ساعتين مثلا صحبة واحدة على الدراسة ما بتعرف وتعملوها. فهي قصة كتير انتبهي لها أنه حبيبتي البكالوريا ما حدا بنجح بالحظ يا روحي. بده جهد وجهد مو مزحة. هاي كانوا أهلينا مادام يقولوا لنا بدهن هزك تاف. هاي بدهن هزك تاف. ما هزك تافك يا روحي هزك تاف. أهم شي هزك تاف. شعينا كمان آخر مشاركة مادام حنان 22-1-2004. أمورك جيدة يا حنان هذا العام 3-4 شهور على الأقل. بس مو كل السنة رح تكون الأفضل. بس أنا بلاقي هال 3-4 شهور في تغيير. يجعل أيا نكون سعيدة وتظلوا دائما بخير. يجعل الأفضل.